يا مساء خيروا يا أهلا وسهلا بخضراتكم نبدأ معاكم حلقة جديدة السادسة تحياتي طبعا لكل الأهلوية اللي بيتابعونا النهاردة مبروك فوز المنتخب المصري بخماسية نظيفة على منتخب السودان فوز ريح وطمن المصريين هحط بين قصين كده أن المباراة مش مباراة اختبار حقيقي لقوة أو قدرات المنتخب المصري المنتخب السوداني مع كامل الاحترام والتقدير طبعا الأشخاص السودانيين لكن المنتخب يعاني من ظروف كتير جدا صعبة ويمكن ظهر مش في أحسن حالاته الفريق كمان لعب فترة طويلة بدون اتنين من اللاعبين فده ممكن يترجم الاسكور الكبير اللي عمله المنتخب المصري بلاحق الحقيقة أهم مكاسب المباراة من وجهة نظر المتوضع هي عودة الروح للمنتخب المصري اللي شفناه الحقيقة فده اللعيبة من اللحظة الأولى لبداية المباراة فالجمهور الحقيقة جمهور الكورة بيحس وبيقرأ بيعرف في قيم اللعيب ده جاي يعمل عليه جاي قضي الواجب ويمشي ولا جاي يقدم كل ما عنده عشان منتخب بلده وده اللي ظهر بشكل واضح جدا في مباراة امباراة الاختبار الحقيقي مش بس الكيروش أو الكالوس كيروش من أول ما تولى المسؤولية لا يمكن الاختبار الحقيقي لمنتخب مصر من فترة طويلة جدا ما شفناش فيها مباراة قوية مباراة فيها خصم من العرى التقيل زي المباراة اللي جاية المواجهة امام الجزائر بالتأكيد مش هتكون سهلة لا لينا ولا ليهم واعتقد بإذن الله أنه المستوى والروح اللي ظهرت بيها فرقة منتخب مصر مباراة ان شاء الله بإذن الله تطمننا رغم منه احتمال كبير وده هنتكلم فيه على مدار الحلقة طبعا شكل المنتخب وعناصر المنتخب وممكن كمان طريقة اللعب في المطش بتاع الجزائر تختلف بشكل كبير جدا عن الطريقة والتشكيل اللي لعب بيهم منتخب مصر قدام السودان على كل حالة هتكلم على طبعا مطش الجزائر اللي هو مطش مهم جدا وحاسم جدا وفاصل كمان في مشوارك في البطولة انت رايح تقابل مين؟ رايح تقابل المغرب في مواجهة من العرى التقيل برضو مواجهة نارية وممكن تقول عليها نهائي مبكر ولا ممكن تكون بتقابل لأردن وتسهل شوية فكرة المشوار في طريقك للحصول على اللقب ونتمنى طبعا أن اللقب بيكون مصري في ردود أفعال مبارح الجماهير نقطتين لفتوا نظري بشكل كبير جدا للنقطة الأولى وأقسم بالله أنا مش بعلم ومش بكلم ومش بحاول أن أنا أجر الناس لحتى فيها كلام على التحكيم المصري أو إساءة لتحكيم المصري لكن وجهة النظر كانت مقبولة جدا الناس مبارح اتكلمت على أن حكم المباراة لم يحتوي منتخب السودان سيبك من حالة السف حالة القلش وده جزء من ثقافة المصريين دايما مشاكلهم معاناتهم ياخدوها ويقابلوها دايما باللقطة والضحكة لكن الحقيقة ناس كتيرة جدا اتكلمت على اللقطة دي وقالت لك أنه طب وليه لأ ما نفكرش وأنا شفت الطرحة منطقي عشان كده بتكلم فيه وده مش رأي واحد ولا اتنين ده الحقيقة يعني أراء كتيرة جدا قابلتهم بينها ليه ما نفكرش أو ليه ما يفكرش القائمين على الكرة في مصر أن احنا نجيب خبرة أجنبية حكم أجنبي محترم ليسي فيه محترمة جدا ومشوار يتسم بالخبرة والتجربة والنزاهة في نفس الوقت لأنه حارفين موضوع التحكيم ده شائق شوية ويتولى هو المسؤولية الفنية لجنة الحكام طب ما احنا معتمدين في الكرة في مصر يعني مثلا مستر فينجادا مستور الفني الاتحاد ما هو راجل أجنبي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب ما هو راجل أجنبي احنا ليه لجأنا للأجنبي عشان ما لقناش في العنصر المحلي الخدرة اللي تتناسب مع طموحاتنا وأهدفنا وتطلعاتنا في المرحلة فلجأنا للخبرة الأجنبية تعود غياب العنصر المصري طب ليه ما نكررش التجربة في التحكيم ونجرب ونشوف ما احنا جربنا مصريين كتير قوي والسنة دي كنا متوقعين ومتوسمين خير جدا في منظومة التحكيم ولكنه للأسف مقدمات الموسم بتقول انه يبدو ان ما فيش تغيير